مش شرح ولكن هذا ان شاء الله راح يكون شرح صوتي هو عبارة عن توعية لاني للأسف بشوف ناس كثير بحقوا عن احدهم هاكر وهم ما لهم صلاة في الهاكر ولا بيعرفوا ايش عن الهاكر فانا حاب ان شاء الله يوم اعطي لمحة صغيرة عن الهاكر كيف تبدأ في الهاكر وحتى تصل للمستوى اللي انت حاب تكون فيه اولا انا لا ادعي الاحتراف ولا ادعي اي شيء ولكن انا مثلي مثلك تغلبت في الهاكر انا انسان تغلبت لما كنت اتعلم ولكن بفضل الله تعلمت كل اشيء بسرعة يعني ما تغلبت فيه مثل مثل البداية فانا حاب اختصر عليك هذا الشيء ان شاء الله تستفيد ويعني كنت هاكر محترف او متوسط او مبتدأ ان شاء الله تستفيد مثل ما انا بستفيد منكم طبعا انا اول شيء خبرتي كانت سنة اواخر سنة 2008 طبعا كنت مثل اي هاكر مبتدأ مثل برنامج اخترق ايميل برنامج اخترق فيسبب وهكذا طبعا تم اخترق جهازي ويعني زي اي هاكر مبتدأ ولكن مع الممارسة ومع يكون عندك هدف تعمل بالدكية طيب اول اشي اللي بدو يتعلم هاكر شو يا امان شوف اخ العزيز اول اشي اذا انت حاب تفوت هذا العالم خذ عندك قاعدتين هذال القاعدتين لازم تفهمهم زي اسمك ليش انا بدي اتعلم هاكر وشو السبب اللي بدي اتعلم في الهاكر ليش اذا انت كانت نيتك لله عز وجل لله عز وجل انا بحكي له مش للدنيا لله عز وجل راح تتعلم الهاكر بسرعة بدون ما تحسه حالك اذا كانت نيتك لله عز وجل مثلا انك مثلا تخترق المواقع اللي بتسيل الاسلام او اللي بيسيل الاخوانك وهكذا انا ما بحكي لك انك تروح تخترق مواقع النصراني واليهودية ما ادوك هذا الحكي مش موجودة في ديننا يعني واللي بحكي لك انا بدي اتعلم هاكر عشان ادافع عن اسلام وابصر شو طبعا بسمحة هذا الحكي كثير ولا عارف انه كذب انا عارف انه كذب ولكن حاصمة بعلم الجميع الانسان بعلم الجميع بغض النظر شو انت كنت طيب هذا الحكي مش مهم هالصح علينا انا بدي احكي لك اسو انت كيف بدك تبدأ مع الهاكر وانا هذا الحكي دائم بكرر وكان عندي على الفيسبوك او كان اي شخص بطران بشوفه اول اشي اخي لازم تتعلم الحماية ليش احنا احنا دائم مثلا اي هاكر مثلا بيحكي لك انت بتحكي لها هاكر بدي اتعلم هاكر بيقول لك رح تعلم الحماية ليش؟ لانك اخي لما تفوت هذا العالم تأكد مليون بالمئة انه راح يكون اليك اعداء لما تفوت هذا العالم ليش؟ مثلا هس انا افوت على موقع وانا ما بعرف انا شو هما هذول الناس اللي انا بتعامل معهم مثلا واحد يقول لك نزل هذا البرنامج بيخترق الفيسبوك او الابصر ايش انت طبعا بتصدق ليش؟ لانه انت ما الى خبرة في الحماية وفي برامجه هكا هو كان ملغم انت ما بتعرف اشي اسمه تلغيم ولا بتعرف اشي اسمه اختراق فانت بتفكر انه ما بخترق جهازك ما في اشي اسمه تلغيم تفكر انه هو انت اللي بدك تختارك ولكن انت راح يقلب السهر على السهر يعن زيق ما انت كدك تقلب هم بخترقوك فانت لما يكون عندك خبرة في الحماية راح تعرف طريقة الاختراق هس انا كيف انا ابدأ؟ اول ايش انت بتبدأ هو الحماية طبعا في دورات كثير كبيرة عن الحماية هسا ما اكرا انا خلصت من الحماية شو اعمل بعدها؟ بروح اتعلم اختراق الاجهزة لماذا اختراق الاجهزة؟ لانه اسهل للمبتدع يعني بفهمه بسرعة يعني مش معقد اه مثل باقي مثلا السبام اختراق المواقع الباك تراك يعني اللينكس بشكل عام من انه المواقع والهذول بتحتاج مثلا يعني بكون شوية معقدة على هذا فصعب انه يفهمها طيب مثلا انا خلصت انا ها السبام افهم انت انا اختراق الاجهزة طبعا اختراق الاجهزة سهل جدا جدا يعني انا بذكر اما كنت اتعلم الهكر جزء من اول مرة او ثاني مرة اختراق جهاز يعني مش محتقى اللهم انك بس لازم تفتح بورت ومن هالحكيه طبعا انا ما باختراك اجهزة يعني كل استهداف يعني plupart ما انا متران ا اا اتعلم اختراقا الاجهزة شو بعد اياة شو اعمل انا بعديها بتروح تتعلung اختراق المواقع اختراق المواقع هو سهل بعض الاشي يعني ممكن انك تخترق موقع مثلا عن طريق ثغرة او عن طريق الحقل يعني ومش محتاج هالصعودة بس انت لما تفوتها يعني مثلا لما تتعلم اختراق الاجهز راح يكون عليك سيل لما تتعلم اختراق معاول لاني بكون اليك خبرة شوي في اختراق يعني في الهاكر في نبلة الهاكر بشكل عام طيب بعد ما اتعلم انا اختراق المواقع بعد عشو اتعلم تعلم الاسبام الاسبام ليش لانه الاختراق المواقع والاسبام بضموا بعض بضموا يعني انت مش راح تقدر تعمل اسبام الا لما تكون تعرف تخترق مواقع لانه مثلا انت هسا بدك ترفع السكانة يعني لازم يكون عندك او ما الى ذلك طبعا وهذه الأمرين لازم تكون انت تعرف تخترق مواقع لانه لما تخترق مواقع ان شاء الله راح تقدر ترفع الاشهل وترفع الاسكان وتعمل اسبام طبعا بالنسبة للسبام اللي ما بعرفوا يعني طبعا كثير الناس بتحب السبام لانه الشغلة فيها مصاري طبعا الشغلة فيها المصاري الناس بتلاقيها ميتة عليه يعني انا بالنسبة لي ما بحب الاسبام لانه مش هعرف يعني بس بذايق منه شوي يعني فما بعمل اسبام كثير يعني بالاغلب مثلا اذا بخترق موقع بلاك فيه بيباد وما الى ذلك بوزعه ما بحب الملح تفق فيه على الاتحال الاسبام هو عبارة عن حسابات بنكية مثلا بس تخترق موقع مثلا بتقدر تسحبه او انك تقدر مثلا تعمل اسكامة الاسكامة هي عبارة عن زي السورج تبع البيباد يعني زي شكل البيباد بتبعته للضحية بوكتب المعلومات تبعته وبيصلك انت التبليغ يعني وبصير تقدر تشتري من النت وما الى ذلك طيب حسا مثلا انا خلصت من الاسبام وهيك بعدها انت بصير تنتقل الى الباكتراك بصير تتعلم مثلا استهداف اختراق الاجهزة يعني تكاد تستهدف اجهزة عن طريق الاي بي يعني ما بتحتاج مثلا انك تبعت باج وما الى ذلك بتقدر تخترق الوارلس بتقدر يعني بتخترق اشياء كثير يعني اي اشي انت بدك هي وصير الامر عليك سهل وصير انت اذا شوف اذا انت ما كنت تفكر بعقلك بطريقة ثانية راح تفشى يعني انت ما تقلد هاكر ثاني يعني ما تشوف مثلا شرح وصير تقلده لا انت فكر بطريقة ثانية يعني مثلا انا يعني مثلا زي انا زي زي كو يعني مرات بشوف شرح ما بكون بعرفه يعني يعني زي زي اكرا بتعلم الانسان مهما ما يوصل في العلم بظلو يتعلم شو مكان عبقري بظلو يتعلم في حكمة بحكي لك اياها من ظن انه قد تعلم فقد بدأ جاهله لانه العلم لا ينتهي بغض النظر شو كنت يعني بكرا اليوم انت بتكون بتختار شعب بكرا بطلع اشي جديد يعني بصري لس انت بتتعلم يعني ثالثا ما تحكي عن حالك انا فاشل مهما ما بشلت اول مرة ثانية ما ان شاء الله بعد مليون بدك تعيد وتصبط لازم يكون عندك ارادة اذا ما كان عندك ارادة لا تتعلم الهكر لانك مرح تصلي بدك اياه ثالثا الهكر بده ممارسه يعني اذا انت ما بتمارس الفاضي هاي اذا انا اذا انا بحكي لك تصلي من الفين وثماني انا مش عايق داش صلي سلياني اذا بجوز قطعته قبل فترة قطعته عشان الدراسه يعني كنت بدرسه زي هيك رجعت ناسي اشياء كثيرة يعني يجوز قعد شهر يعني بشهر نسيت اشياء كثيرة فما بالك اللي ما بمارس يعني اربعوشين ساعة يعني بعدين ثالثا الرابعا الهكر بده فضاوي لانه لازم تظلك تمارس حتى انك صر لحالك تفكر في اشياء جديدة وتختر اشياء جديدة وصر تطلع ثغرات وتفكر لحالك رابعا ان شاء الله بكرة بس تتعلم وصير اليك خبرة في الهكر راح تصير انت مثلي صر تشرح صر تعمل شروحات يكون اليك ناس يعني يتابعوك تأكد اخي مليون بالمية يكون عندك هاي القاعدة اياك انك تخون حدا يعني يعني كون كون كيف تحكي لك يعني كون صادق بشروحاتك يب تشرح مثل الناس ياما تشرح لانه في ناس مبتدئين عقله منظيف لما يشوف شرحك وصير يطبق غلط يصير يطبق غلط من هون الاخر عمون يعني مثل الوالد الصغير المبتدئ مثل الوالد الصغير ما بعرف اشي فانه يب تشرح مثل العالم ياما تشرح خامسا الافضل انك تشرح صوتي لانه لما انت تكون بتخاطب الشخص رح يفهم احسن ما انك سير تكتب لو انت كل واحد يعني له طريقة تشرحه ولكن اللي بكون صادق مع رب بكون صادق مع الناس ربنا موافقه مهما ما يكون وان شاء الله يعني انا بتمنى لك والله كل خير يعني بصراحة انا والله يعني كثير مثلا بتجيني مساجات على الفيسبوك بساعد يعني بس بقدر الامكان بحاول ان ارد دع المساجات وصير اساعد الناس مش مشان اشي انا لان انا كنت انا يوم من الايام في نفس موقفه مش لازم انك تنسى صرت تتكبر عن الناس وصرت تحكي لا انا هاكر وانا ما بساعد وصير يعني تحس تكبر لانو ربنا راح يخصفك كان يوم او بقر كل متواضع مع الناس مهم ما وصلت للقنة وان شاء الله هيك ربنا يوفقه وانا بغضل النظر يعني اي حدا بده مساعده انا ان شاء الله بساعده يعني من عيني ما بقصر مع حدا ولكن اذا ما رديت عليك فاعذروني انو انا اكثر الوقت النات بكون تفصل من عندي فعني نادر مرات لما اشبك النات وزي هيك وبحاول ان شاء الله قدر الامكان ان الناس الشرحات تفيدكو قبل ما تفيد نفسي يعني الحمد لله ما بدي الا مرضات اللا عز وجل لا انا طالب منكو مصاري ولا طالب منكو لايكات ولا طالب منكو اشي فقط انا بعمل هات لمصلحتك وان شاء الله هيك يعني ربنا يفيدكو ويزيدكو علم ولكن اهم اشي ان اتذكر هاي الكلمة ليش انا بدي اتعلم تعلم مشان نصر الدينك ومشان ربك لانو تذكر يوم الايام انك راح توقف بين ربنا وانو راح يسألك ليش تعلمت الهكر ولا اجل مين هاي الكلمة راح تذكره ومدام كل اشي لله تأكل لو كنت انت ما بتعرف اشي والله ربنا راح يوضقك زي ما انا انا كنت لو انا ما كنت زي هيك انا ما بحكي لك هذا الحكي يعني الحمدلله انا ما في حدا علمني ولا عمري حكيت لحد ممكن مساعدة وحتى لو حكيت لحد ممكن مساعدة وطلعت منه اشي الا رجعت ليها عشر قضاء الحمدلله فضل من ربنا يعني بحياتي ما حكيت لشخص والله تعالى اعمل لي شغل الحمدلله فضل من ربنا يعني واذا حكيت يعني اذا حكيت فالله يجزال خير يعني يمكن انا ما بتذكر لانه انا صلي من زمان بس بحكي لو صار هذا الحكي الله يجزال خير يا رب ويجعنا من اهل الجنة بس انا بصراح ما بتذكر يعني اني حكيت لحدا علمني لانه انا اذا ما اعتمدت حالي على الفضل طبعا شو مستفيد انا لش بتهلم هكا اذا انا ما بعرف اخطرق ولا بدات ولا ما اعتمدها طبعا لش هتعلم هكا انا بخاطبك لاني بدن مصلحتك يعني انت لك حرية الاختيار لان انا في ناس كثير يعني بصراحة بقولي اعطيني فيزا واخترق لموقع طب ليش انت ما تخترق بنفسك ليش ما انت تكون انت الهكا ليش انت ما تصير زي زيك ليش انا شو فارق بينه وبينك في ناس بصير يحكي لك هذا يعني صعب التعلم ربنا خلقنا سواسي ولكن الانسان عنده ارادة بتعب الاشياء اللي ما بتعب على الفاضي انا مش عارف يعني شو بدي احكي لك بس يعني او بصراحة يعني انا اسف على التصريق وزيك بس والله بدي مصلحتك يعني انه بصراحة كثير الناس كثير بتبعتلي بتحكي لي اخترق لي اخترق لي فيسبوك يعني انت تتفكر اختراق فيسبوك بسهولة وحتى لو في حدا مع اختراق طريقة اختراق فيسبوك تفكر يا او راح يعطيك اياها مش راح يعطيك اياها اشي اكيد بعدين انا مرات بتيجي لي ثغرات قوية زي هات ما بحب ان ننسلها ليش يعني انا بعرف انه في اطفال هكا بروحي بستغلوا بخترقوا ناس اه ما اذهدم طب ليش حط حالك انت مكان يعني راح تفهموا قصدي لما تصلوا انتو فايل المرحل و مدام قلبك طيب راح تعرف انا شو قاد بقصد وان شاء الله انا بتمنىك وكثوا خير يعني وان شاء الله ربنا يوفقكو اي اشي بتكم ايها اعتبروني مثل اخوكم الصغير وان شاء الله راح اكون واقف جمعكو يعني وبس انا هذا هو الحب احكيه وان شاء الله بشوفكم دروس اخر ان شاء الله كام معكم طارق من قناة شدو هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته